اشتركوا في القناة الله بار احنا قسمة هل ممكن خطيانا تعطل العلاقة والشركة لبيننا وبين الله وتمنع سكنها وسطينا ولا ممكن الله يكون بيرتب حل لهذا الامر عشان خاطر يمحل لسكنها ويكون وجوده وسطينا بطريقة قانونية تمجده وتريحنا تساؤلات كتيرة قوي بالدور تعالوا نشوف اجابتها في الحلقة النهار اهلا بيكو احبائي في برنامج بيت الله شفنا في الحلقة اللي فاتت ليه بندرس الموضوع ده مع بعض وشفنا في سفر التكوين الله ليه اشواء للسكن في سفر الخروج نفاجأ بحاجة مذهلة مفاجأة صارة للبشر الله العظيم الحلو المحب اللي مليان نعمة اللي مليان بر اللي مليان قداسة ونقاوة اللي مطلق في كل صفاته الحلوة هيجي يسكن وسط البشر بس عشان يجي يسكن وهو قدوس واحنا خطاء هو بار احنا اثمة لابد ان يجهز الشعب اللي هيسكن وسطيه طب يا رب هتختار مين من الشعوب اللي هختار ولاد ابراهيم زي ما انا وعدته وانا صادق في وعدي طيب يا رب دول ساقطين في الخطيئة ودول اشرار واردياء وبيغلطوا في حقك كتير كأن الله بيقول يبا لازم اصلح مشكلة الخطيئة اللي ارتكبوها كمان يا رب دول موجودين في ارض مصر وفي نفس الوقت فرعون اللي موجود دلوقتي ما يعرفش يوسف ما يعرفش البركات والخير اللي عمل يوسف في الارض مصر بالعكس تقلب ضدهم وبدأ يكون خايف منهم وبدأ يزلهم وحولهم كلهم الى عبيد واقام عليهم رأساء تسخير وبيزلهم يبا لازم افنيهم وحررهم يبا اذا ربنا هيعمل حاجتين مع شعب اسرائيل رقم واحد الحاجة الاولى هيحل مؤقتا مشكلة الخطيئة اللي بينه وبين الشعب رقم اتنين هيحررهم من عبودية فرعون عشان خطر يخرجهم من ارض مصر عشان يسكن وسطيهم ويبني بيته وسطهم طيب يا رب هتعمل كده ازاي دعا الله موسى وبدأ يكلفه انه يروح يتكلم بالنياب عنه طبعا فرعون في الوقت ده فكر نفسه اله الفرعينة في وكئات كتير قوي بيفكروا نفسهم اله فقال له من هو الرب عشان اطيع كلامه اسمع كلامك يا موسى واطلق الشعب لا 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 مش احصل كلام ده فكان موسى يعمل ضربة الهية الضربة دي مثلا يخلي الشمس تغيب الشمس كانت اله من الالهة اللي بعبدوها المصريين معناها في قوة اعظم منك يا فرعون بتتحرك فكان فرعون ورا الضربة ينحني وينكسر ويقول خلاص انا هتوب وهطلق الشعب بمجرد ما موسى يخلي الضربة تروح يتأسى قلب فرعون يروح موسى عن طريق الرب يعمل ضربة تاني يحول النيل المية الى دم لو نهر النيل تحول الى دم تخيل ارض مصر ايه اللي يحصل فيها مجاعة وجفاف وكارثة وفرعون مرة وراء التانية وراء التالية يأسى قلبه لحد ما بدأ الله يقول له لا ده انا بقى أسى قلبك يا فرعون انت هتأسى قلبك علي لا ده انا أسى قلبك اكتر لحد ما تمت الضربة العشرة الرب قال لموسى انا هبعت ملاك مهلك هيعدي على بيوت الكل بيت الاسرائيلي وبيت المصري والبيت اللي مش هيلقي دم مرشوش على عتبة العليا والقائمتين الملك هيدخل ويقتل الابكار سواء بكر بشري او بكر حيواني فموسى رح نشر الخبر شعب اسرائيل نتيجة للضربات المتتالية فهموا ان الله الحي الحقيقي ارسل موسى فعلا هم يسمعوا كتير قوي عن الله من الاخبار المتناقلة من ابراهيم واسحاق ويعقوب ولحد ما وصلت الاخبار ليهم سمعوا كل الاخبار دي لسه ما تكتبش سفر التكوين لكن فيه تواطر الاخبار بتوصل سمعوا وصدقوا وامنوا ورح كل واحد منهم امن رح جاب خروف اسمه خروف الفصح كلنا عارفين القصة ورح زبح الخروف ليه ما هو بسبب خطيك اجرة الخطيه موت لاما انت تموت لاما يموت بديل فصدقوا ربنا ورحوا زبحوا الخروف ورشوا الدم على عتبة العليا والقائمتين وعد الملاك المهلك في بيوت صدقت وفي بيوت قالت ده كلام فاضي احنا مش بنؤمن بالكلام ده كل البيوت اللي صدقت جي الملاك المهلك والرب قال لهم كده ارى الدم واعبر عنكم فلا تكون عليكم ضربة لهلاك ارى الدم وافرد جناحاتي احميكو فياراني الملاك المهلك فيعبر لكن البيوت اللي مرشدش الدم ودي غالبية البيوت اللي في ارض مصر مفيش حماية الهية وجاء المهلك وضرب البكر حتى بكر فرعون فهموا ان لابد ان تطلق الشعب عبيد فرعون قالوله كفاية المملكة خربت الامبراطورية تدمرت الزرع اكلوا الجراد النيل بقدم الشمس اظلمت الابكار اللي هو البكر سواء ولادنا او الابكار في البهاء متقتلت الضفاضع الانتشرت والذباب واكوام جسس الضفاضع نشرت امراض ضخمة جداً تدمرت الامبراطورية اقتصادياً تدمرت من خلال الثروة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة المائية انتو عارفين في هذا الوقت هي دي الثقافة في الوقت ده وهي دي الموارد الموجودة ففرعون اطلقهم بناره في خروف الفصحي احبائي اول اشارة الى كفارة المسيح في سفر الخروج كان فيه اشارات سابقة في سفر التكوين لكن في سفر الخروج الله بيعلم الشعب درس ايه لابد من دم مسفوك مقصود ايه بكلمة دم مسفوك يعني موت بديل بيتعلمه انا استحق الموت بسبب خطاياي لكن في بديل يحمل عني عقوبة خطاياي موت زبيحة بيعلمهم درس ان اجرة الخطيئة موت لكن ايضا بيعلمهم درس ان الله عنده نعمة عنده فرصة للقبول كل خاطئ عن طريق زبيحة عش كده معنى سفك دم ارى الدم مش مقصود بيها انه اله دموي لا 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 اله عادل بار لابد ان يقبل الخطابس على اساس قانوني على اساس من البر حل مشكلة الخطيئة بيقي في مشكلة اخرى ايه فرعون فرعون القاسي ينطلق وراءهم عشان خاطر عايز يرجحهم مرة تاني لا مش يرجحهم دناوي يخلص عليهم كلهم بعد ما اطلقهم ووصلوا الى فم الحيروث منطقة عند البحر الاحمر بين جبال يمين و جبال الشمال والبحر قدامهم وحتى موسى ما كانش عارف الله يحلها ازاي فوجئوا بجيش فرعون جاي وراهم طبعا احنا بنحكي عن اكبر جيش في هذا الوقت في التاريخ الامبراطورية المصرية القديمة اللي بكل قوتها جيش هيمثل اكبر قوة في هذا الوقت وفرعون تعتقد انه كان ناوي يرجحهم ارض مصر كعبيد ولا كان ناوي يقتل الكل لو رحت شفت عنين الزباط وعنين العساكر وعنين فرعون نفسه هتلاقي كلهم باكين ليه؟ لانه من ايام ابنه الكبير كل واحد منهم ابنه الكبير قتل هو مش قتل بسبب الشعب هو قتل بسبب عنات قلبهم لكنهم مش هيفكروا كده عشان كده فورا الله اول مرة يظهر ذاته للشعب فورا رح جاء الله وعمل حائط ناري بين الشعب وبين جيش فرعون وفصل الاتنين عن بعض فعشان كده الجيش الفرعوني مش قادر يهاجم شعب اسرائيل شعب اسرائيل في الوقت ده عبيد مساكين مزلين وراح امر موسى ان هو يشق البحر الاحمر قال له مد عصاك على البحر مد موسى عصا على البحر فهاج الرب ريح شقة الامواج ونشفت الارض ليه؟ شعب مسكين في منهم العواجيز وفي منهم كوار وفي منهم صغار السن وفي منهم اللي تعبان ومنهم اللي كذا واللي كذا هيعدي عبروا كلهم الى الناحية الاخرى بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها الفداء يعني ايه؟ كلمة جميلة جدا معناها اكس اجورازو يعني اجورازو معناها السيد الغني الحلو دخل سوق العبيد كان دايما اسواق العبيد تكونوا عرضين العبيد للبيع جوا سور دخل السوق اشترى عبد او اتنين او عشرة زي ما هو عايز بامكانياته وبعد ما اشتراهم وكتب عقد الشرى خدهم برا السوق وده معنا كلمة اكس وراح قطع السق مزق السق بتاع العبودية فقط لكم احرار ده اللي عمل والله في ارض مصر راح لسوق العبيد لقي شعب ومستعبد هناك راح اشتراهم بالدم عشان كده عندنا اشارات كتيرة في العهد القديم والعهد الجديد الى الشرى بالدم علمين انكم اشتريتم في بطرس الاولى يقول لهم اشتريتم لا بالذهب او فضة بل بدم كريم من حمل بالعيب ولا دنس طبعا الشرى في العهد القديم تم معهم بدم خروف الفصح لكن طبعا ده بيشاور الى اللي هيحصل في المستقبل الشرى بدم المسيح وبعد ما اشتراهم عمل اكس يعني خدهم برا السوق كان لازم يشق البحر الاحمر ويخدهم ويعبر بيهم الى الجهة الاخرى عشان خاطر يحررهم اي فداهم ويمزق السق ويقول لهم انت احرار فعلا اكتازوا كلهم في البحر فرعون طبعا جي في عناده طبعا تفهموا كم العناد اللي موجود في قلب فرعون عشان عشان كده عارفين يعني فرعانة قلبه قاسي جدا انت شفت بحر مشقوق احذر لا 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 في عناده وغضبه انطلق في البحر هو وجيشه والله امر الامواج انها تطبق عليه الكتاب يقول غاصوا كالرصاص في مياه غمرة غرق غرقوا والشعب عبر الناحية التانية وبدأوا يرنموا ويقولوا كده للرب ارنموا للرب فانه قد تعزم الفرس وركبه ترحم في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا الهي فاعبده فورا تطلع الترنيمات احباء من قلوبنا لما نتمتع بالفداء من العبودية وبعد كده بدأوا يقولوا جملة رائعة جدا تمحد لفكرة ان الله ناوي يسكن فسطيهم بيقولوا للرب ترشدوا برقفتك الشعب الذي فديته احنا وصلنا الى البرية اه انت مش هتسبنا انت هترافقنا وتمشي معنا خطوة بخطوة وده اللي حصل فعلا الى ان نصل الى المكان اللي هتضع فيه اسمك فترشده برقفتك الشعب الذي فديته الذي حررته تهديه بقوتك الى مسكن قدسك يرشدنا برقفته ويهدينا بقوته يحملنا الى المكان اللي هيجي يسكن وسطينا الى مسكن قدسك لما تيجي وتسكن وسطينا وتأسس بيتك وسطينا عش كده احبابي احنا بنرى تمهيد لسكن الله في وسط شعبه عن طريق حاجتين في منتهى الاهمية دم مسفوك يحل مشكلة الخطيئة بينهم وبين الله وايضا تحرير من عبودية الخطيئة وده احبابي يعلمنا درس هنشوفه في العهد الجديد لما نصل الى الاصفار العهد الجديد ان لابد ان احنا نتمتع بحباية الدم وبالتبرير بالدم المسفوك وايضا بالتحرير من سلطان الخطيئة احبابي في مزمور جميل يقول من يصعد الى جبل الرب ومن يسكن في جبل قدسه لابد ان يكون في حالة ملائمة مع الله لان الله قدوس واحنا نجسين الله بار احنا خطاء اثمة عش كده لا يمكن تتمتع بالشركة معاه وانت مستمر في خطيئك عش كده الله وضع حل ذبيحة موت بديل بس مش خروف فصح زي اللي بنقرأ عنه في العهد القديم لكن المسيح ابن الله الحي الذي مات من اجل خطيئنا احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجل يا ترى اتمتعت بهذا الحب اتمتعت بهذا الفداء ولا لسه في مشكلة الخطيئة بينك وبين الله ولو استمرت مشكلة الخطيئة لا تنسى غضب الله ودينونة الله ضد الخطيئة وعش كده في تحذير الهي لان في هلاك وفي دينونة قادمة بسبب الخطيئة وايضا مشكلة اخرى يا احبائي ان احنا مستعبدين لخطيئنا قادر تبطل خطيئة ولا مستعبد ليها قادر تبطل شتيمة وحلفان وسرقة ونظرات شريرة ونجاسة خطايا كتير قوي بتكون مستعبدان يا ترى تحررت ولا لسه اتمتعت بالفداء عمليا ولا لسه ولا اتمتعت شكليا لان فيه فداء حقيقي ان الله يكسر قيود الخطيئة تماما اذا انت قبلت اذا انت قبلت والله مستعد يحررك تماما ويقبلك ويغفر كل خطيئك ويخلقك من جديد في حالة تتناسب معه للشركة معاه لما هو اخطر للسكنة لان الامر هو الوصول الى السكن معه الى ابد الابدين الرب معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة